السلام عليكم تلميذ السنة الرابعة ابتدائي أتمنى أن تكونوا بألف خير يزيل افدو بروميران دو كاترياماني بريمار جسبر كوفزاليبين نواصل في إعطاءكم نماذج اختبارات بالنسبة للفصل الثالث دائما مع المشروع الاخر البروشي 4 نهار اليوم هو على حافة النهر سي لتي إنهو السيف إلفي شو الجو حار ياسمين اتا لابلاج ياسمين راهي فشاتي الى افك سن پتي فخير امين هي مع أخوها السرير وسمو امين اي سي بارون ومع أبويها مع الوالدين لامر اي بلو كم لسيال لك البحر أزرق مثل السماء ياسمين ذهو ناجه افك بابا ياسمين تريدو أن تسبح مع الاب امين توش لو پوی روين ان كوران ذهر ماما لك امين لك شو تشال لو لما ثم رجعا بسرع عند امهي إلا peur دي واج هو وخافة منا الامواج دي واج هم الامواج دونك جو رلی لتكسة او بور دي لامر ست لأول سيء 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 ياسمين أتاً سيء ملاء وامين امين امين ومذج همين لالتكسة مع الانواج رلی لتكسين ياسمين يسعر في سيء الوالدين تم تشال تسمي ий انا احذر على اجابة صحية La famille de Yasmine est au bord d'eux ها إلت Yasmine هي على حفت La route, الطريق La mer, البحر La mer, الوم La rivière, النار Très bien ديجا عنوانناس au bord de la mer معنى دها La famille de Yasmine est au bord d'eux de la mer Très bien Question numéro 3 Pardon هناك 2 questions Qui a peur des vagues من خفا منا الامواج Papa, maman, Yasmine ou bien Amin ديجا عنوانناس ها إلت يلا peur ديجا عنوانناس ها إلت يلا تشكونا ها إلت يلا تشكونا لو, puis revient سيف معنى دها الدجوملا خاطي أسي C'est faux C'est l'été ديجا عنوانناس ياسمين ياسمين veut ناجي avec son père ياسمين تريدو السيباح مع أبوها ديجا عنوانناس ديجا عنوانناس ناجي عنوانناس تريناها في الدروس معندها petit هايليك grand petit froid بارد عكسوها chaud تري بيان عكسوها ساخ ما يليك grand petit froid chaud question numéro 5 ما يليك الفراز على فغ نيجاتيب هذي تعودوا لها دائما تلقوها في الاختيبار بالنسبة للفصل الثالث درستو الجملة المنفية بنو أو پا كي ننفو الجملة ننفوها قلنا بنو أو پا هذي نو قلنا نضعوها قبل الفعل avant لفغ و پا اپري لفغ دنك أمين تش لو هنا نبحثو على الفعل دنك تش هو لفغ معندها ن جيق بال تش پا نضعوها بعد لفغ تش دنك تولي أمين نتوش پا لو جيد سهل هذي لك لفراز أمين نتوش پا لو question numéro 6 رمح 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 بش أمين لفغ لفغ امين نتوش سي نعوذ نعوض به الاسم في المذكر ونعوض به الاسم في المؤنث معنى هنا ياسمينة تشوفوا هذه ياسمينة معنتها نعوضها بأل سهلا ألا يو ألا ألا أخ واحد أميب سيطانا ماسكولا هو اسم موذكر نعوضه سيجيرا موذكر ماسكولا نعوضه إل إلا 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 أين سول سور أمين لديه أخ واحد نواصل إكري أو بلوريال لأك أكتب في الجمع لأكتب في المؤنث لأكتب في المؤنث لأكتب في المؤنث مااذ غير؟ صحيح لأكتب piace لأكتب against ج lett جار daughters جونيii الأكتب подпис إل pues كمبلت لتكسد اوك المنس ويوان نملقو الفقراء بالكلمات التالية عندكم بوكو معنطة كثير وقوانس عند هال العوضال كنتان فرحان في المدينة شاك اتي جواب بسي مي على كل سيف انا اقضي ماذا؟ تري بيا مي وقوانس مي وقوانس انا في مدينة اناب تري بيا تري بيا تري بيا انا ها مدينة جميلة اوك دي بلاج مانيفيك وبيشاواتي رايع اي ليا دي مغازان اي دي زوتال قالك يوجدو ماذا؟ تري بيا الكثيرو منا المحلات و الفنديق اي ليا بوكو دي مغازان اي دي زوتال جو سي انا تري بيا جو سي قانت انا سايد سورطان سورطو كون تت ما فامي اي مي كوزان سون اوك مو خاصة اي لتي وقاربي مهي انا سورطان انا سورطان اي مي كوزان سون اوك مو اذا بهذا نكون قد انتهينا حظ موفق اعزائي تلاميذ في الاختبارات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد مع السلام شكرا